عليكم ورحمة الله وبركاته درسنا اليوم كتاب الطالب الصف الثامن الأساسي الصفحة التاسعة من مادة اللغة الإنجليزية طبعاً عنا برضو الدرس اليوم عن اللي جرامر وهو القواعد وهي قاعدة الماضي البسيط والتي شرحتها في الدرس السابع بشرح الصفحة رقم ثمانية وفيها شرح مفصل عن قاعدة الماضي البسيط Exercise 1 إذن عنا خمس جمل هاي الخمس جمل كل وحدي فيها فيها خطأ تتعلق في قاعدة الماضي البسيط رح نقرأ الجمل ونشوف شو الأخطاء اللي فيها بتمنى توقفوا الفيديو وتحاولوا تحزروهم بعدين تتأكدوا من الحل معي أولاً طبعاً عندنا الخطأ هو في كلمة does لماذا؟ لأنه عندنا did بعد الدد تأخذ الفاعل بعد الفاعل بيجي الفاعل بدون أي إضافة فبتكون السؤال الثاني when did أم عصام begin to collect traditional objects and clothes إذن لو نلاحظ when do مع أنه هو حيكون ماضي بسيط فلازم تيجي did لا لأنه عندنا بالسؤال تأخذ did بعدين الفاعل بعدين بيجي الفاعل من غير أي تعديل فرح تكون when did أم عصام begin to collect three how do she learn to make traditional handicrafts فنفس الشي how did she learn لأنه السؤال في الماضي البسيط بتكون في did وليس do رقم أربعة what did she taught for women إذن عندنا did صحيحة بالماضي البسيط ولكن لو نلاحظ أنه الفاعل taught وإحنا في الماضي البسيط لما نستخدم did طبعا رح يجي الفاعل بدون إضافة رح يجي في حالته من غير أي إضافات ومن غير ما نحط له أي ماضي أو أي إضافة فرح تكون teach what did she teach for women آخر واحدة how did she helped disabled people نفس الشي helped عليها إضافة مهي did أخذت الماضي فرح تيجي help من غير أي إضافة to now answer the questions with full sentences فالإجابات رح تكون أم عصام did it because she wanted to save Arabian traditions السؤال الثاني أم عصام began to collect traditional objects and clothes 45 years ago 3. أم عصام learned to make traditional handicrafts from her mother and grandmother 4. أم عصام taught poor women traditional crafts 5. أم عصام helped disabled people by teaching them to make simple but attractive handmade materials بتمنى تكونوا أنتوا جاوبتوهم أول وبعدين تأكدتوا من الإجابات 3. complete the sentences with the correct form of the verbs and brackets إذن عنا هنا أفعال طبعا بدها تعديل رح نقرأها ورح نجاوبها بتمنى توقفوا الفيديو رجاوبوهم وبعدين نتأكدت من الإجابات مع بعض طبعا لو نلاحظ أن الفعل try هو بين الأقواص فالفعل try طالما احنا بنحكي بماضي بسيط إذن رح تكون tried أي حاولت الاتصال بك مرات عديدة منير I طبعا عندنا be on holiday in Jordan actually I'm calling to check if I can see you today I have a gift for you إذن عنا بين قوسان الفعل be وإحنا بنعرف أن be بالماضي بتكون was أو where حسب الفعل فطبعا عندنا I تأخذ was فرح تصير I was on holiday in Jordan عمر a gift it's not my birthday yet منير I بين قوسان find very interesting things in Petra and Madaba and got you something you would really like طبعا عندنا الفعل find الماضي منه found وكله طبعا على قاعدة الماضي البسيط I بين قوسان watch people in the streets making beautiful handicrafts فطبعا عندنا الفعل watch الماضي منه watched there عندنا بين قوسان be bags and rugs made of sheep's wool and goats here colorful carpets and sand art in bottles إذن عندنا الفعل be مثل ما قلنا بتعتمد على الفاعل ya was ya where فطبعا عندنا bags وعندنا rugs لاثنين بالجمع إذن رح نأخذ رح يصير الفعل be where there were bags and rugs I بين قوسان عندنا buy a silver necklace for my mom it's all handmade طبعا عندنا الفعل buy الماضي منها bought فرح يكون الجواب bought عمر that's amazing so what did you get for me منير you have to guess طبعا كانت هنا الفقرة لازم نحفظ الأفعال غير المنتظمة لحتى نعرفها ونجاوب عليها دايما لأنه في عنا أفعال غير منتظمة واجب علينا حفظها رح أحط بصندوق الوصف جدول للأفعال غير المنتظمة فيديو في كل فعل غير منتظم بإمكانكم تسمعوه في أوقات فراغكم فكثرة التكرار إن شاء الله تحفظوه من غير أي تعب ومن غير أي مشقة now listen to the dialogue and check your answers in a group that's your guesses طبعا إحنا قرأناها مع بعض وجاوبناها five read the speaking strategies إذن عنا speaking strategies اللي هي استراتيجيات المحادثة رح نقرأها ورح نبين لكم إياهن five read speaking strategies الآن رح نحكي عن استراتيجيات المحادثة طبعا لازم نكون عارفينها لحتى نعمل أساس للمحادثة speaking strategies preparation for debates طبعا تحضير لمناقشة أو مناظرة first think about what you might want to say try to think of some words and expressions you could use إذن أول شي بدنا نفكر عن الأشياء اللي بدنا نحكيها نفكر في كلمات وتعبير إنه بنستعملها من خلال مناظرتنا ومناقشتنا two write notes for example tradition is culture use your notes to help you remember what you want to say you should be able to look at them briefly for ideas and then continue speaking in a debate such notes will help you make sure you present all of your arguments clearly بنا نجيب ورقة نكتب عليها ملاحظات بسيطة ما بنكتب جمل كاملة ملاحظات بسيطة فقط هاي التعابير والملاحظات بتساعدنا إنه ننظر للورقة يعني إحنا بنحكي لحتى نتذكر شو كنا بدنا نحكي وفي المناظرات وهاي المناقشات الملاحظات اللي إحنا بناخدها راح تساعدنا إنه تبين وجهة نظرنا بشكل صحيح practicing expressions to yourself example what do you think إذن بدنا نتعلم أول إشي بيننا وبين نفسنا إنه كيف نحكي التعابير يعني إنه إحنا بناتنا مثلا نوقف علي مراي ونحاول نحكي قبل المناظرة أو إنه بيننا وبين نفسنا نحاول طبعا كلمة arguments معناها جدال argument جدال التمرين السادس follow the speaking strategies then any groups have a debate about traditional crafts and modern art based on the statement money should be given to support modern art if an arts council had money to support only one of the two which should get the money groups should make a case to defend just one position use expressions like in our opinion we think that إذن رح تكون مناظرة ما بين الأعمال والحرف اليدوية ولا الفن الحديث لو كان في فلوس رح ينعطى لمجلس معين طبعا council هو مجلس arts council مجلس الفنون أو معحد للفنون طبعا عندنا زي council بنحكي له security council مجلس الأمن فرح تكون أنه لمين نعطي الفلوس إلى الفن الحديث ولا للحرف اليدوية وكل شخص أو كل مجموعة بدأ تبين وجهات نظرها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر